هذا اعتبرت جمهورية تشيك مخططة الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصدقية من جانب المملكة المغربية وأساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف وقد تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي وقعه اليوم ببراغ كل من وزير شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المكمنة بالخارج ناصر بوريطة ووزير شؤون الخارجية تشيكي يان ليبافسكي وأكد طرفا دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستفان ديمستورا ولجهوده الرامية إلى الدفع بالمسلسل السياسي على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما أشهدت جمهورية تشيك بالإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس وأشهدت أيضا بالجهود المبدولة من قبل المملكة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة من خلال النموذج التنموي الجديد